الانوان الاول عنده السيد احمد الهواري سر زيارة فرجاني ساسي الى مصر انا عرفت ان هو فعلا هيزول مصر اوزارها يعني وصد اوه مدوجة في مصر بس ما عرفش ليه ليه فرجاني لما خلص ماتشاطه مع ندي الدحيل اللعب قرر ان هو ييجي مصر اللعب استغل الاجازة اللي عنده انه يقضي اجازته في مصر وعلى هامش الاجازة يجتمع بامير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك هو علاقته كويسة جدا بامير المشرف على الكرة في الزمالك فرجاني كان خد حكم لو تفتكر كريم ب650 الف يولو 400 مستحقات و250 الف تعويض او غرامة فالمبلغ كله 650 ولكن بيتم عدة النظر في القضية بعد تعان الزمالك الامور هيتم تسويتها وديا بعد ما الزمالك كان توصل مع فرجاني هاتفيا عن طريق امير وقال له ان احنا بلاش ندخل في القصة القضائية دي ونحل الامر بشكل ودي فاللعب خلص المبارات في قطر وجيه هنا القاهرة هيقعد حوالي 72 ساعة خلال الزيارة دي هيكون في جلسة مع مسؤول الزمالك عشان يتم تسويت الامر وديا هل الزمالك ممكن يفتح معاه موضوع عودته مرة اخرى لصفوف النادي دي هتبقى متوقف على حاجة ما اعلموا ان الدحيل وارد يغير المحترفين بتوعه ووارد يغير فرجاني يعني يعرض فرجاني للبيع لكن الزمالك ما عندوش نيا ويشتري فرجاني لو هو سوى القصة مع الدحيل ورحل عن النادي القطري بشكل يعني بالتراضي كده او دون يعني الزمالك ما يدخلش في صفقة شراء وبيع ممكن يكون فيه اتجاه لضم فرجاني الساسي لكن حاليا اللاعب مش جاي لتفاوض هو جاي عشان يزور مران الزمالك ده ممكن يحصل بعد بكرة وكمان يخلص قصة المستحقات ويتم الاتفاق ممكن توصل بقى 50-50 بدلا ما يبقى 650-1000 يو ياخد له مثلا 350-400 والقصة يتم تسويتها على دفعي عظيم جيد